مدينة مكناس أولاً هذه الأوراش التي عرفتها مدينة مكناس هي واحد الأوراش التي مع مرها عرفتها مكناس أوراش مفتوحة الحمد لله وكان الساكنة المكناسية تنظر بفريق صبر مثل هذه الأوراش تأهل المدينة العتيقة لما له من تأثير على المجال الاقتصادي وعلى الاثنمية ككل داخل مدينة مكناس وعلى الاقتصاد الوطني لكن للأسف هذه الأوراش انطلقت وقعلت أعترات مع الجائحة التي عرفها العالم هي جائحة كورونا وقعت بعد تأثير سيلبي للأسف لأثر على استمرارية هذه الأوراش بالنسبة المؤخرا بعد تجاوز سيلبيا للجائحة للأسف ما فهمناش علاش لا يزال مكناش مبررات لأن هذا الأوراش يعني تبقى متوقفة والنموذج الأمثال الواضح اللي يؤلم في القلب هو ساعة الهديم الآن ساعة الهديم اللي تقصط لها واحد الميزانية كبرى لما سهلاش ويعني تتصر عليها مؤسسة ضخمة هي مؤسسة لا دير ولكن ما فهمناش للأسف ما عرفناش علاش هالتوقف المفاجئ للأشغال داخل الساحة أنتم تشوفوا الساحة بدون عمال هذا طبيعة الحال سلبي جدا من سلبي لأنه سيؤثر على المدينة سلبن يعني هذا الهديم ماشي منطقة سهلة هو الموقع الأكثر سياحة الناس يأتيوا عندنا الآن السياح مدن أخرى تقول نلقينا المعاليم ديلكم كلها مزدودة يعني مكناس الآن ولا متضرر وهذا شيء غير نعكس على الاقتصاد المحلي نعكس على التجار نعكس على جميع القطاعات نحن كتجار وكجمعية تجارية وكفائلين مكناسيين نتمنى من المسؤولين يضغطوا نتمنى من السيد العمال والتدخول والسيد الرئيس المزيد البلدي وكل مسؤولين ولمؤسسة لادير يدخلوا من أجل يعني تسريع هذه الوتيرة لأن هذا ليس صالح فرضي ولا شخصي ولا فقط غير للتجار ولكن الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني الدولة خسرت ملايير الدراهم على هذا المشروع ولا يمكن أن تفرجوا نرى هذا الشيء لهذا نتمنى إن شاء الله يتم تسريع الوتيرة للإصلاح وإن شاء الله وتلتزم المؤسسات التي علنات على الإصلاح بالوقت التي حددوها في إتمام العملية خاصة هنا كي ينهن السحة فيها محلة ديالنس مساكن وخذك الدراهم أعطاهم عوضهم بعد الضرير وكأننا لا تقدم يعني تسريع الوتيرة من أجل هذا الناس ما يضيعوش نحن سنطالبو الآن باش تسريع الوتيرة كذلك من أجل هذا التجار اللي هم في حاجة يرجعون الحوانتوه في أسرع وقت نحن نهارا لتسلح السوق هذا هو السوق تاريخي السوق التي تبارك الله عنده 80 سنة تقريباً 1934 هو السوق المتميز والتي يحسنون على مجموعة مدن يقولون لديكم واحد المرشيد الذي لم يكن في المغرب وهو السوق هي جزء من الذاكرة مدينة مكناس والذاكرة كلهم عندهم ذكريات جميلة مع السوق يعتبره السوق مركزي قبل ظهور الأسواق الكبرى الآن هذا هو السوق المركزي الذي كان الإنسان ترتاد فيه مال الدوطاب وما يؤتيت المائدة المكناسية والوطنية للأسف هذا السوق كنا نتمنى أن يدخل برنامج 8 يدخل برنامج 8 ستكون له ميزانية ضخمة للأسف دخول فقط الميزانية السابقة السعبد الله تخصت له ميزانية هزيلة جداً وهي 250 مليون سنتيم 250 مليون سنتيم لا تكفي لإصلاح مقهى فكيف بسوق في 1200 متر مربع يضم تقريباً 150 تاجير للأسف هذا السوق يدخل في إطار الأورش في الشطر الثاني الأورش لأنه جزء من الدكرة المكناس ويحتوي هذا السوق على المنتجات المجالية التي تترجع بالفائدة على الاقتصاد المحلي مثلاً المقترات النساء الخليع السمان العسل الحرة والطمور إذاً هو سوق في حاجة إلى تتمين وفي حاجة يدخل إلى برنامج تتمين نتمنى المسؤولين أنهم يسمعوا الصوت ويضموا هذا السوق للبرنامج تتمين اشتركوا في القناة المترجم للقناة